مشاهدين عرفت قضية الصحراء المغربية تطورات لافتة خلال العام الذي نودعه خاصة في أروقة مجلس الأمن الدولي المزيد حول هذا الموضوع ننضم إلينا مباشرة من رباط الدكتور عبد الفتاح بالعمشي رئيس المركز المغربي للديبلوماسية الموازية وحوار الحضارات مساء الخير سيد العمشي مساء الخير أستاذ عبد الله بداية ما تقييم الممكن لتطورات قضية الصحراء خلال عام 2018 العام الذي نشرف على توديعه داخل أروقة مجلس الأمن أعتقد بأن تدبير الأمم المتحدة لميلف الصحراء عرف هذه السنة تطورا لافتا على اعتبار أنها في طيلة السنوات الأخيرة كان مجلس الأمن يصدر قرارا ويتداول حول قضية الصحراء في كل أبريل من كل سنة هذه السنة نحن أمام قرارين ولأول مرة يعني في السنوات الأخيرة على الأقل يحدث هذا بعد نقاش بطبيعة الحال دفع في اتجاه نوع من الكتافة في تداول هذا الملف مما يعني أن هناك اهتمام دولي أكثر بالقضية الوطنية في التدبير الأممي هذا الاتجاه الذي أخذته الأمم المتحدة في التعاطي مع ميلف الصحراء يفسره العديد من المؤشرات التي سبقت شهر أبريل الماضي أولها تعيين مبعود شخصي جديد يحاول أن يتجاوز فترة كريستوف الروس التي عرفت نوعا من الجمود فيما يتعلق بمساري التسوية وفيما يتعلق أيضا بجمع الأطراف نحو طاولة واحدة وهذا ما نجح فيه السيد كولر حينما عقد في جونيف أيام خمسة وستة دجمبر الجاري مائدة مستديرة جمعت الأطراف بقيادة بوفود من الجزائر ومن موريتانيا ومن البوليزاريو ومن المغرب بطبيعة الحال وكانت الوفود الجزائرية والموريتانية يرأسها وزراء خارجية على الأقل لم نلاحظ بعد هذه المحادثات على أن هناك إفشال لمهمة المبعود الشخصي مما يدل على أن هذا التصور الجديد الذي باتت الأمم المتحدة تتعامل من خلاله مع أطراف النزاع ربما سيؤدي في الربع الأول كما بشر بذلك في محادثات جديدة إلى بداية المفاوضات أو إلى على الأقل وضع جدوى الأعمال للتوافق فيما يتعلق بهذه القضية إذن نحن أمام دينامية جديدة في التعاطي مع ملف الصحراء نحن أمام تدبير أممي يعرف نوعا من الكتافة وإن كان المغرب يرفض أن يتداول في ستة أشهر إلا أن هذا الموضوع أعتقد بأنه موضوع تقني كانت وراءه الولايات المتحدة الأمريكية وكان المغرب وفرنسا من الرافضين لهذه الكتافة من الناحية التقنية ومن الناحية المصطرية ولكن من الناحية الاستراتيجية أعتقد بأن ملف الصحراء رجع إلى واجهة الاهتمام الدولي وأيضا هناك العديد من النقاط التي أصبحت تتداول في اتجاه دعم طرحنا الوطني في حل هذا النزاع نعم في سياق الدينامية الجديدة كما وصفت والتدبير الأممي لهذا الملف ما هي أبرز الخطوات التي أقدم عليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيرس أول بمجرد ما تمت استقالة كريستوف الروس والتعيين المبعوط الشخصي الجديد اهتمت الأمانة العامة بنوع من التواصل ليس فقط على مستوى المغرب والجزائر وموريطانيا ولكن أيضا في العواصم الدولية بمعنى أن السيد كولر هو كمبعوط لسيد الأمين العام هو يحاول أن يؤسس لأسلوب جديد في التعاطي مع ميلة في الصحراء أسلوب يعتمد بالأساس على الأبعاد التنموية والأبعاد الاقتصادية والأبعاد التي تهم الساكنة فيما يتعلق بتدبير هذا النوع من النزاعات إذن هو إلى حد ما لا يغلب البعد السياسي الذي كان سائدا في فترة بانكيمون وبالتالي فهذا النوع من التعاطي وهذا الأسلوب من التعاطي يمكن أن يدفع في اتجاه حلحلة أو في اتجاه على الأقل إعادة الانتعاش للتواصل بين الأطراف المعنية وأيضا إلى مزيد من الفهم الحقيقي للواقع على الأرض للواقع الذي يضع فيه المغرب نموذجا تنمويا معلنا وبأرقام معينة ووقعت بشأنه اتفاقيات قطاعية وحكومية ومع الجهات الممثلة للساكنة في الأقاليم الجنوبية وبالتالي فهناك أوراق للترافع وأوراق للتعاطي الدبلوماسي مع هذا المنطق الجديد الذي باتت تتبناه الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزاع الصحراء طيب أي قراءة لموقف المغرب بخصوص قضية الصحراء خلال هذه السنة وخصوصا بتعبيره عن حسن النية لحل المشكل ومبادرة الملك محمد السادس تجاه الجزائر المغرب كان واضحا بالخصوص الدبلوماسية المغربية كانت واضحة في السنوات الأخيرة وتحديدا هذه السنة حينما حددت جلالة الملك السقوف التي يمكن أن يتعاطى معها التدبير الأممي بحيث لا يمكن لأي أرضية للتفاوض خارج السيادة المغربية وخارج مبادرة الحكم الذاتي ولا أي تغيير للسياق الذي يعرف تدبير هذا الملف حصريا في الأمم المتحدة بمعنى أنه لا يمكن للمغرب أن يسمح بالتداول هذا الملف على مستوى منظمات حكومية أخرى أو على مستوى حتى الهيئات التابعة للأمم المتحدة نذكر هنا موقف الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة من اللجنة الرابعة والذي دعا إلى رفع يدها عن هذا الملف وبالتالي فإذا كان كل هذا المصار وما نعلمهم من أن الجزائر طرف أساسي هي التي تحتضل البوليزاريو فوق ترابها وهي التي توظف كل ديبلوماسيتها وتستنزف كل ديبلوماسيتها بشكل يومي في دعم الطرح النقيد لطرحنا الوطني فكان من الأولى أن يتوجه المغرب مباشرة إلى الجزائر من هنا جاءت مبادرة جلالة الملك في خطاب المسيرة حينما دعا إلى إحداث آلية للتشاور والحوار مع الأشقاء في الجزائر لأن هذا هو الطريق الأقرب والسهل لحل أولا المشاكل الثنائية فيما يتعلق بالعلاقات غير الطبيعية وأكيد أنه سينسحب إلى التداول والتشاور حول القضايا الأخرى المرتبطة بالإشكالات التي يعانيها البلدين بشكل مشترك وأيضا القضايا السياسية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية الآن كيف يمكن تقييم الموقف الأمريكي إزاء هذا الملف خلال هذه السنة من عمر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثر الحديث عن الموقف الأمريكي وعلى أن جون بولتن هو مناصر لجبهة البوليزاريو وعلى أن زيارة السفير الأمريكي للمخيمات كلها ستؤثر على المسار الذي يسير في المغرب يجب أن لا ننظر إلى مثل هذه التحاليل الإعلامية بكل المصداقية بحيث أنه المعتمد والذي يجب أن يعتمد في مثل هذه التحاليل هو القرارات الإدارية من البيت الأبيض أو القرارات التي يمكن أن تعبر عنها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مجلس الأمن هي فعلا تتبنى إلى حد بعيد تدبير أممي من داخل مجلس الأمن الولايات المتحدة هي من يعد مسودة القرار المتعلق بقضية الصحراء ولكن ليست هناك أي تعديلات فيما يتعلق بالتوجه الاستراتيجي للتدبير الأممي لهذا الملف كل ما هناك هو تعديلات تقنية متعلقة بالفترة الزمنية لولاية المينورسو متعلقة بفترة ست أشهر للتداول في ملف الصحراء وهذا لا يضر من الناحية الاستراتيجية والديبلوماسية في المواقف المعلنة لدول مجلس الأمن وبالخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وبالتالي أعتقد بأنه مبالغ فيه أن نتحدث عن تغيير جذري في الموقف الأمريكي تجاه قضية الصحراء والذي هو نفس الموقف أعتقد من الناحية العملية ومن الناحية المعلنة رسميا على الأقل دكتور عبد الفتح بالأمشي رئيس المركز المغربي لتبروميسيا الموازية وحوار الحضارات شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة شكرا جزيلا